السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدنا الأعزاء أهلا بكم مجددا إلى درسنا سهم أصاب الأمة العربية في مقتل وظل ينزف أكثر من ستين عاما فتجرع الشعراء بسببه كأس الأحزان والمعنى والمآسي والإحباط فعبروا عن رفضهم وإدانتهم واتخذوا من الشعر سلاحا للمقاومة لا شك أنكم تعرفتم على الدرس إنه نكبة فلسطين في الشعر العربي ونستهدف من خلاله أن تتعرف معنا عزيزي الطالب على انشغال الشعراء بقضية فلسطين أن تتعرف على النزعات في الشعر وأن تقف عند مفهوم الالتزام وتتعرف على الرموز كما تتعرف أيضا على مظاهر التجديد في الشعر الحري وتجسيدا لهذه الأهداف انتقينا هذه المقطوعة من قصيدة حالة حصار لمحمود درويشة والتي يقول فيها هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتينا مقطوعة الضل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نرب الأمل لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية أعداؤنا يصهرون وأعداؤنا يشعلون لنا النور في حلكة الأقبية هنا بعض أشعار أيوب لم ننتظر أحدا سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي فنبدأ معا بمعالجة القصيدة ما الحالة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني من خلال النص يبرز النص معاناة الشعب الفلسطيني في ظل حصار يخنق الأنفاس فحياته لا تختلف عن حياة السجناء والعاطلين عن العمل قصف متواصل في الليل والنهار ملاحقة في الشارع وحتى أبواب المنازل في النص نزعتان بارزتان وضحما النزعة الأولى هي النزعة الوطنية وتجلت من خلال التعبير عن روح الانتماء ونكتشفها من خلال توظيف الشاعر لضمير جمع المتكلمين أعداؤنا نفعل إلى آخره ثانيا النزعة القومية والتي نكتشفها من خلال أيها الواقفون على العتبات ادخلوا واشربوا معنا القهوة العربية العربية نمادج من شعرنا الجاهلي فالعربية الشعر الجاهلي دلالة واضحة على النزعة القومية وهناك نزعات أخرى يمكنك عزيزي الطالب أن تقف عندها في النصوص المختلفة ونشير إلى النزعة الدينية النزعة الوطنية وسبق وتعرفت معنا في درس سابق على النزعة الإنسانية محمود درويش أديب ملتزم وضح مفهوم الالتزام في الأدب الالتزام هو أن يراعي الأديب الضوابط الأخلاقية والدينية والأعراف الاجتماعية لألا يخرج عنها وأن يتبنى قضايا وطنه وأمته المصيرية فيدافع عنها ويصبح هو اللسان الناطق باسم أمته فيعبر عن طموحاتها ويحاول إيجاد الحلول لمشكلاتها إذن الالتزام يكون في القضايا الوطنية والقومية ويكون أيضا في القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية ومن الأسباب التي جعلت الشاعر العربي ملتزما هي معاناة الأمة العربية والظروف التي مرت بها نتيجة وطأة الاستعمار فإحساسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه هي التي دفعته إلى الالتزام تبدو في القصيدة براعة التصوير في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال توظيف الرمز استخرج بعضا منها وبين نوعها ودلالتها كما تعلم عزيز الطالب الرموز أنواع والشاعر هنا وظف رموزا تراثية دينية تمثلت في شخصية النبي أيوب وهو رمز للصبر ويقصد به الإنسان الفلسطيني الصابر رغم المعاناة كما وظف أيضا آدم وهو رمز للإنسانية وأصل الإنساني وهناك رموز أخرى نذكر من بينها الرموز الطبيعية والتي عادة يكتر منها شعراء الرومانسية كما نجد أيضا توظيف الأسطورة وقد وظفه درويش في مقاطع القصيدة من خلال طروادة وهوميروس والرمز يساهم في تعميق الفكرة وهو مظهر من مظاهر التأطر بالآداب الغربية وصف الشاعر الاحتلال فهو فهو مستبد طالم كما وظف المجاز من خلال الصور البيانية مستعملا التشبيه أما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج والمجاز في قوله بساتين مقطوعة الضل كما وظف أيضا الجمل الإسمية وبالتالي هذه المؤشرات تقودك عزيز الطالب إلى تحديد نمط النص فما هو نمط النص وصفي المؤشرات الدالة عليه هي توظيف النعوتي بساتين مقطوعة الضل ليلنا المتلألئ شعرنا الجاهلي السماء رصاصية كطرة المجاز والتشبيهات كما أسلفنا الجمل الإسمية وهناك مؤشرات أخرى يمكنك الوقوف عندها مع أستاذك في القسم هناك خيط شعوري يربط أجزاء القصيدة ما هو هذا الخيط الشعوري هو الألم والحزن وهو جزء لا يتجزأ من الوحدة العضوية فالوحدة العضوية هي نظام يحكم بناء القصيدة فتصبح كهيكل موحد بناء ومضمونا وأسلوبا وهي تتركب من ثلاثة وحدات الوحدة الموضوعية الوحدة النفسية ونقصد بها الخيط الشعوري الوحدة الفنية وهو الخيال وما يستعمله الأديب ليعبر عن أفكاره وعن عواطفه في القصيدة مظاهر تجديدية واضحها بالتمثيل من النص القصيدة القصيدة من الشعر الحري وهو قالب جديد ظهر في الشعر العربي في العصر الحديثي وعثرنا على بوادره الأولى عند الشاعرة العراقية نازك الملائكة في قصيدتها الكوليرا وكان ذلك في سنة 1947 ومن أهم مظاهر التجديد في هذه القصيدة من حيث القالب والبناء والمضمون والأسلوب نسجل أولا استبدال نظام الشطرين بنظام الأسطر المتفاوتة حسب الحالة النفسية للشاعر فالحالة النفسية للشاعر هي التي تفرض عليه متى يتوقف التفعيلة الواحدة هي أساس الوزن ولذلك فضل الشعراء البحور الصافية فهذه القصيدة مثلا على وزن المتقارب فعول التصرف في عدد التفعيلات فالشاعر لا يلتزم بالنظام المعمول به في الأوزان القديمة فالمتقارب مثلا يساوي أربع في اتنان ولكن الشاعر هنا تصرف في عدد التفعيلات من سطر إلى آخر التنويع في القافية وحرف الروي فشعراء الشعر الحر يخرجون عن النظام المعمول به من حيث التزام القافية الموحدة والروي الموحد لأن ذلك في اعتقادهم يقودهم إلى التكلف التشكيل المقطعي فالقصيدة عادة تقدم في شكل مقاطع أما على مستوى المضمون فنسجل ما يلي التجديد في الموضوعات القضايا القومية والسياسية قضايا الإنسان القلق الحزن الغرب إلى آخره عمق الأفكار الصدق الشعوري النزعة القومية والإنسانية التفتح على الثقافة الغربية أما من حيث المضمون فنسجل الوحدة العضوية والتي شرحناها سالفا أخيرا توظيف الطبيعة توظيف الرمز سهولة اللغة والآن عزيزي الطالب ننتقل مع بعض إلى رافض قواعد اللغة لاحظ معي هذه الجملة السماء رصاصية مما تركبت الجملة هي جملة اسمية تركبت من مبتدى وخبر ماذا أسندنا إلى المبتدى أسندنا الخبر إلى المبتدى وبالتالي أيهما المسند وأيهما المسند إليها المبتدى مسند إليها الخبر مسند أعيد أسندنا الخبر إلى المبتدى فالمبتدى مسند إليه والخبر مسند لاحظ معي الآن يتذكر آدم صلصاله ما نوع هذه الجملة هي جملة فعلية تركبت من فعل وفاعل ومفعول به ماذا أسندنا إلى الفاعل أسندنا فعل التذكر إلى الفاعل وهو آدم وبالتالي أيهما المسند وأيهما المسند إليه الفعل مسند الفاعل مسند إليها أعيد الفعل مسند الفاعل مسند إليه واطرح دائما السؤال أسندنا ماذا إلى ماذا فقد أسندنا الفعل إلى الفاعل أما صلصاله فإعرابها مفعول به وبالتالي لا هي مسند ولا هي مسند إليه فقد زادت عن المسند والمسند إليه فنسميها فضلة 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 لاحظ معي مجددا نربي الأمل دائما جملة فعلية تركبت من فعل وهو نربي الفاعل هنا ضمير مستطر تقديره نحن الأمل مفعول به إذن أسندنا الفعل نربي إلى الفاعل إذن هنا مسند ومسند إليه في حين أن الأمل مفعول به وهي دائما فضلة إذن المسند المسند إليه الفضلة في الجملة الإسمية مبتدى مسند إليه الخبر مسند في الجملة الفعلية الفعل مسند الفاعل مسند إليه وما زاد عن المسند والمسند إليه فهو فضلة والآن تذكر معي أنواع الفضلة أي كل ما يدخل في إطار الفضلة المفعول به المفعول فيه المفعول لأجله المفعول المطلق المفعول معه وهي كلها مفعولات الحال التمييز المستثنى النعت البدل التوكيد إلى هنا ينتهي درسنا معكم وعلى أمل اللقاء بكم في الموعد الآخر كونوا كترا أمام شاشتنا وإلى اللقاء في موعد قريب ترجمة نانسي قنقر